بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله نتابع تأملنا لهذه الآيات الكريمات نتأمل اليوم كلمة أرزقوهم في القرآن الكريم لنكتشف من وراء هذه الكلمة معجزة، بيانية، تشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أمر الله تعالى أن نحافظ على أموال اليتامة ونستثمرها ونعطيهم من ربحها لكي لا تنفذ وعندما يكبر هذا الطفل نعطيه المال مع الربح لذلك لم يقل تعالى وارزقوهم منها بل قال ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم إذن العطاء هنا متعدد ومستمر حتى يكبر اليتيم أي أن العطاء يكون من أرباح المال وعندما أمر بإعطاء بعض المال من التركة ليس هناك أرباح قال وإذا حضر القسمة أول القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه فالعطاء هنا يكون من المال نفسه لأنه عطاء مرة واحدة فالآية الأولى يناسبها وارزقوهم فيها لأنها تتحدث عن السفهاء أي الأطفال الصغار الذين ليس لديهم إدراك أو عقل بينما الآية الثانية قال تبارك وتعالى فارزقوهم منه لأنها تناسب التركة أو الميراث لأنه يوزع مرة واحدة انظروا إلى دقة هذه الكلمات على مستوى الحرف بين حرف الجر في أو من معلوم أن الكلمة ذاتها ارزقوهم ولكن عندما قال فيها يعني وارزقوهم فيها ماذا يعني؟ يعني أن تعطيه من المال ومن أرباح المال لأن هناك سفيه لا يستطيع أن تسلمه المال دفع واحدة لأنه سيبددهم فأنت تحافظ على هذا المال وترزقهم فيها أي من المال ومن أرباح المال ومن عائدات هذا المال إلى آخرين بينما عندما يكون لديك يتامة بالغين وتريد أن توزع لهم هذا الميراث توزعه مرة واحدة ليس هناك أرباح لذلك قال تعالى فارزقوهم منه أي جزء من هذا المال تعطيه لهذا اليتيم الجزء الثاني لهذه اليتيمة كل حسب نصيبه من الميراث والله أيها الأحبة هذه الدقة ترد على كل ملحد يدعي أنه استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن أنظروا على مستوى حرف الجر كم هناك دقة فكيف بنا إذا تأملنا كلمات القرآن كله لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله على نعمة القرآن